ترجمة نانسي قنقر الشرق 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 حقا الله ترجمة نانسي قنقر الإنسان يشعر بأنه يساعد في مداء المجتمع ليس الإنسان الذي يكتفي بالإنفراض إلى داخل المجتمع لإشباع رغباته الاستهلاكية وإيراداته لابد الإنسان المفكر أن ينظر إلى هذا الإنسان وأن يضع أسبوعه على التالة الحقيقي أنت لست الرجل المستهد الذي ضره هو أن يشعر الأهلات الإسطناعية تضر وتملأ الصوق لا، لابد أن تحول هذه الآيات إلى وسيلة للإنسان لا، لابد أن يكون هؤلاء المفكرون عندهم هذه الشجاعة وعندهم هذا الموقف الواضح الذي يطرح البديل بنسبة لهذه فكرة المرهلة على كرة أرضية في العصر الذي يعجبه ويسوق شهار السلام فهذا الشهار، كما نظرنا من واقع العالم لنعيش جيد في الحقيقة، يخدم الإنسان من حيث أن الإنسان لأن الإشكال ليس فقط محدوداً في إطار المجموعة أو البلد أو الدين لكن القضية صارت الآن على وسيلة البشرية القوية فأنا الذي أريد الآن هو أن أخدم هذه المقابلة من جهتي بإعداء الإنسان من حيث أن الإنسان إن الإنسان يكون الإشكال فهذا ما نحن نتطلق من جهة الشعر السلام الإشكال ليس للمشاهدة فأنا أعود وأذكر بأن التوابط هي التي توجه المتغيرات وبدون التوابط سنعيش في عالم المتغيرات وعالم المتغيرات في هذا العالم أصبح السلام أيضاً من المتغيرات كما رحتم فلن نرقب إلى مستوى السلام أعتابد الحقيقي الأصير إلا إذا نحن أتخذنا التوابط في عالمنا ولن يتم ذلك إلا إذا أتخذنا التوابط في أن تقصنا نحن لابد أن نفعنا لأن هذا الأمر بنسبة للطموحات أمان والإنسان الذي يريد أن يغير لكون إنسان صغير ليس أسؤالة هنا أقول به الشعر أنا أعلم من الشهاد والسلام وعلى طرح نقال اللأس في الديننا كفر ومنغصة لا يمكن يأسى قلب المؤمن الفاهمي وأختم كذلك بالأسلوب المناسب لإرجاع السلام على مستوى كرة الأرض إن شاء الله عنه في إطام منتقى الحضارات نأمن لذلك نريد أن ننشئ هذه الشبكة للتعارف بين الناس ولا لي نستبدئ أقول بأن هناك حديث للرسول إلى السلام ينبدو الأرض ويوقل البديل بإنسان الأرض حيث يقول ما كان الدين في شيء إلا أعزانه وما نزع من شيء إلا أعزانه فنحن ننادي كل ما يريد أن يعوم السلام في هذا النظر المنهج هذا المنهج منهج الدين ليس منهج العنف من مقابلة الله صلى الله عليه وسلم شكرا